الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عم ينفذ إن إيلاب على الانتخابات التشريعية اللي تصدرت نتيجة الجبهة الشعبية الياسرية كيف؟ حقق ماكرون رقم إياسة لفترة استمرار حكومة تصريف الأعمال تحجج بالأول بالأرعاب الأولمبية وأطلق بعدين استشارات مع الكتل النيابية بعض الاستشارات منقلب ماكرون على عرف الجمهورية الخامسة اللي بنصع تكليف شخصية من الجبهة الياسرية لتشكيل الحكومة كون الجبهة حصت على الكتلة الأكبر بالانتخابات أسقط ماكرون اسم مرشحة الجبهة لرئاسة الحكومة لوسي كاستي بحجة إنه رح تنحجب عن السئة ومش رح تقدر تحكم بس حجب السئة بيطلب 289 صوت بالهيئة العامة يعني وبشكل أوضح بيستدعي تحالف بين تكتل ماكرون واليمين المتطرف قبل إسقاط اسم كاستي تحجج ماكرون أنه ما بده يكلف متطرفين بالحكومة وكان بيقصد حزب فرنسا الأبية الأول أقوى بالجبهة الياسرية رد زعيم الحزب جانلوك ميلانشون وأعلن استعداده عدم المشاركة بالحكومة بس جاهلوا جماعة ماكرون هالتنازل باعتبار أنه مشروع فرنسا الأبية وجبهة اليسار هو واحد من خلال الإنقلاب على الانتخابات يتسلح ماكرون بحقه الدستورة بتسمية رئيس الحكومة ويفرد أغلبية من الوسط والليبراليين ويسار الوسط ويحكم بإسمه رداً على هالخطوة راح تبلش تحركات بالشارع وممكن اليمين واليسار يقدموا طلب عزل ماكرون دستوريا موسيقى موسيقى